اشتركوا في القناة يعني شون تمتحن نفسك قبل الامتحان يعني تسوي بري تيست لك او موك اكزام يسمو يعني فد امتحان بسيط قبل الامتحان تشوف مستواك انت شنو فهاي الى ثلاث نقاط الاساسية المهمة جدا لكل طالب اللي من خلالها تصنع استراتيجية شوفوا خلق لكم فد معلومة جوز تنصدمون بيها ترى الـ USMLA step 2 واحد من اسهل الامتحانات الطبيعي اللي راح تواجهها بحياتك هذا الكلام اقوله وانتوا راح تنصدمون من هذا الكلام اخاف خياري مصعبة عليك راح تستغرب من هذا الشي فاذا سمعت احد قل لك الامتحان صعب او مستحيل فقل لله الامتحان سهل وممكن بإذن الله الفكرة باي موضوع ما اكو طالب ترى شاطر بدرجة انه يفوت الامتحان بدون دراسة ويعبر مباشر اللهم الا اذا واحد يعني هذا بعد من الاول اللي كان دارس 24 ساعة احنا باللهجة العراقية نسميه ستشات ممكن بالمصر يسموه دحيح ماذا الي 24 ساعة لازم الكتاب من الصبح لليل اللهم هذول اللي ممكن بدون دراسة يطب يعبر الامتحان اما اغلبيتنا النورمال يعني الطبيعي هاد من نفس الطبيعي يعني دراسة وشوية دائما مش نساعي لازم الكتاب حتى يكون واقعي يعني فيرادلنا استراتيجية بس ترى هي استراتيجية للمتحان لا اكثر ولا اقل ابد الامتحان مو صعب لكن بدون استراتيجية راح ترسب فغس يرادلك استراتيجية فانتبهوا على الكلام اللي راح يقوله راح تفتهمون شنو قصدي بس امتحان مو صعب الامتحان ما بطريقة وحدة يعتمد على مدى انت جهوزيتك يعني بالجامع اذا انت من الطلاب اللي عنده بيسقوا يعني انت ضابط الباثوفيسيولوجي باثومورفولوجي فارمكولوجي ضابط الانتهمي ضابط هذه الامور بالمراحة الاساسية وبعدين نسبيا انت ضابط الانتيرنال مدسين ضابط البيدياتريكس ضابط السيرجيري بهاي الحالة انت شبهم سيطر تكون على الموضوع فتقدر مباشرة تروح للشي البعدة اللي هو الكيوبانكس بس على اعتبار انت دارسها بشكل يعني مستفيض وانت خلص ما تحتاج دراسة موات وهذا طبعا تقلم من الطلاب اللي يكونون بهذا الشكل يعني اغلب الطلاب دارسين وما دارسين بعض الاشياء فايتتهم وبعض الاشياء دارسية يعني يكونوا واقعيين حتى تمام فانت اذا انت تحس مستوىك متوسط او شوية فوق المتوسط او شوية جو المتوسط يعني او بداية انت بعدك كشي مدارس فالأفضل تفوت على مصادر التحذير شنو مصادر التحذير السورسين لهاذا الامتحان عنده مصادر كثيرة لا تعد ولا تحصل اهم المصادر الاساسي اللي اني جامع لك ياها بهاي الصورة هي هاي الكتب اللي هي شنو ستيب اوب تيو اسملاي ستيب 2 سي كاي يو اسملاي فيرستايد ستيب 2 سي كاي يو اسملاي ستيب 2 سي كاي كابلان مجموعة كابلان تمام وكراش يو اسملاي ستيب 2 وماستر of the board ستيب 2 ايضا هذا الكتاب طيب شنو من هاي الكتب نستخدم هيا دكتور داسا انتبهوا علي هاي الكتب اني بالنسبة لها اشوف افضل كتاب قاطبة من هاي الكتب كلها وانصح الطلاب دائما يدرسوا خاصة اللي مستوى شوية فوق المتوسط او متوسط مباشرة يقدر يفوتي درسه هو هذا ستيب 2 step up to you اسملاي هذا الكتاب من اروح كتب ال you اسملاي مختصر لكنه مجمل موجود به اغلب المعلومات اللي تحتاجها زيان لعت فيرستايد هذا الكتاب بالستيب الاول يعني فيرستايد للستيب الاول رائع بالستيب الثاني سيء جدا للأسف وناقص بمواضيع هائلة لكنه سهل للدراسة يعني اذا طالب قد مره مستوى ضعيف ممكن شوي يبدأ بيه حتى يتشجع بس هل هو وحده كافي لامتحان ابد مستحيل هذا سيء ناقصة مواضيع الدنيا لو تفتحت القابة بمواضيع كثيرة ناقصة اما step up فكتاب اصعب بمراحل من طبعا خلي نقول من ال you اسملاي step 2 فيرستايد بس بالمقابل مجمل بيه اغلب المعلومات اللي تحتاجها بس كنقاط اساسية مشارح عليها كل شيء بالتفصيل ينجز تحتاجها تضيف عليه بس موجودة كبولت بوينت اغلب النقاط الاساسية بيه طيب هاي الكتب شنو مجموعة كابلن اذا انت طالب عنده وقت طويل وعنده خلق دراسة فمجموعة كابلن هي كأنه تكست بوكس يعني كأنه مو كتاب روفيو مو كتاب مراجعة بس كأنه كتب تكست بوكس يعني كتب دراسة مثلا كتب دراسة دي تشتها غم ملازمك اللي بالجامعة اللي كنت تاخذها من الجامعة لدوسيات الدراسية نفس الفكرة هذا بيه شرح للمواضيع هذا مو اقزام اوريينتد شوف هاي الكلمة راح اقولها هواي اقزام اوريينتد شن يعني اقزام اوريينتد يعني ما متحوط حول الامتحان هذا الشرح للموضوع يعني يشرح لك مثلا غاسترونترايكتس يشرح لك يشرح لك مو بس موجهة كامتحان يعني كشرح يشرح لك كثير من الكلام اللي انت تعطفه خاصة انت تطالب شوية مستوىك احسن يعني بس هذا يتفيد للمستوى كلش يعني قريب خليه ومو صفور بس يعني ها شوية قريب يعني مستوى ضعيف جدا يفيد يشرح للموضوع الفيرستيد والستيباب ما يشرحون مواضيع بمتفاصلة يعتبروك فاهم ودارس ينطوك بولت بوينتس بس طبعا استيباب هو الافضل فالكابلين يفي طالب عنده خلوق الامتحان يمدل السنوات يدروس فهذا ممكن يفيده كراش يو استيبتو يعني بين 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 الكتب هذو لما يعتبر جيد جدا والماستر of the board انا طبعا مدرس طلاب عليه يعتبر كتاب جيد بس مو بدرجة قوة استيباب تيو اس امالي كراش وماستر of the board هو كتاب وسطي بين مجموعة كابلين وستيباب يعني شوية شارح وشوية مااخذ من نمط استيباب اللي هو نمط البولت بوينتس القوية اللي هي عبارة اسئلة بالامتحان نقاط اساسية مباشرة تتجيك بالامتحان فبالمجمل بالمجمل الى تحب تدرس تقدر تدرس step up واضيف عليه معلومات من مصادر ثانية هذا افضل استراتيجية للدراسة اضافة الى شغل راح تستغربون منها واحد من اهم الكتب step two يو اس امالي هو fair state step one راح تقول لي شون يا دكتور اللي دارس fair state step one هو افضل كتاب يو اس امالي step one طبعا وبالstep two لانه هذا الكتاب ينطيك fundamental basic اساسي قوي ويبنيك ويسوي لك قعر تستند عليه بالفعل لانه ينطيك يعني يقويك بالمايكروبولوجيا قويك بالفارماكولوجيا قويك بهواية امور انت جز تحتاجها بالstep two ففير state step one ايضا يعتبر طبعا مو مرجع اساسي لstep two بس كتاب يأهلك انه تقرأ الكتب هذي بكل بسلاسة فاللي يحب ايضا يرجع لو عنده مجال يعني الشي راح يفيده بهواية بس بالنهاية قلت لكم المصدر الاساسي ليريد يدرس هذا الامتحان ويحوطه بمجملة فstep up بس طبعا يضيف عليه معلومات اذا كان مفاهم بعمل يضيف عليه معلومات يخلي اوراق ويكتب عليها يضيف نوتات لهذا الكتاب طب انت اسا خلصت مصادر الدراسة طب قبل الامتحان يا تكتور خلصت مو الحمد لله لا يا حبيبي ورا ما خلصت مصادر الدراسة هذه تنطيك تقريبا ستين بالمية من المعلومات اللي تحتاجها بس انت مم سوي امتحانا نفسك اذا تعرف نفسك تعرف تجاوب اسئلة لو لا فاذا طبيت بالامتحان فراح تصير بين بين لازم ش تسوي الخطوة البعدها تجي على شغلة اسمها كيوبانكس بنوك الاسئلة اكو بنوك اسئلة كثيرة الاف بنوك الاسئلة وراح اقول لكم نصيحتي كستراتيجية لكم افضل كيوبانك وهذا بيشتراك بس يعني افضل كيوبانك هو يو وورد هذا اليو وورد يكمل لك الاربعين بالمية ويكون متأكد من هذا وربما يضيف لك فوقها ايضا هذا اليو وورد يكمل لك شك وعندك نقص بستيب اوب ممكن صار يكمل لك يا مية بالمية ويضيف لك معلومات حلوة لان الاسئلة بيه اسئلة قوية جدا وقسم عندها اصعب من الامتحان بمراحل حتى تسهلك الامتحان فليو وورد هو افضل كيوبانك قاطبة بعد اكو يعني كابلن يوبانك كيوبانك اسف يعني بنوك اسئلة يعني عبارة عن اسئلة جاهزة تبديل تقرأ من عدها هو السؤال وينحل وورما تحله ينطيق جوابه وليش صار هذا ينطيق شرح كامل اليه فيرست ايد ايضا كيوبانك بس هذي الظل اقل بيهواية وما انصح صراحة نضيع وقتك بكيوبانكات ما له قيمة روح على اليو وورد مباشرة وادعيلي يعني تمام يعني هذا هو الكيوبانك الجوكر لهذا الامتحان فهو ترى صراحة قلتكم ماكو طالب شاطر بهذا الامتحان او طالب كسلان اكو طالب محضر اكو طالب محضر ترى بس يعني ما بيه مو اختراع ولا علم ذرة يعني بالنهاية هي هاي الفكرة من الموضوع فاليو وورد هو احسن كيوبانك قاطبة احسن كيوبانك قاطبة فيعني هذا ايضا يبينكم الموضوع ويبقى اخر شيء الاختياء بار الشخصي انه ورما انت تخلص هذا الامتحان الشو ان تقدر تختبر نفسك اول ما تخلص قرايته يعني انت طبعا ما انصح قبل الامتحان بسبوع تروح تسوي شيء يعني اول ما تخلص اليو وورد مثلا مباشرة ان تروح تمتحن نفسك قبل الامتحان باشهر شهر شهرين حتى تعرف انت مستواك فالسلف اسسمنت هي عبارة عن امتحانات تقدر من الام بي ام اي اللي هي نفس الشركة او نفس المؤسسة اللي تسوي لك اليو اسمري تشتري من عدهم بمبلغ بسيط امتحان بسيط نطلق يمكن كانوا بلوكين تمتحن نفسك بهم يعني ثمانين سؤال اتصور كانت بهذا الشكل تمتحن نفسك بهم وتشوف نفسك على هل بلوكين اشقد تقدر تجاوب يعني تمام فهو يبكي نستغير لصلاة اربع بلوكات فالمهم فتقدر انت تختبر نفسك اليوورد نفسه ينطيك امتحان تجريبي ولهذا هو هذا الاشتراك بيفيدك لاني ينطيك انت تحصل على امتحان تجريبي هذا الامتحان التجريبي جيد جدا ومقارب جدا الامتحان الحقيقي وبالتالي اذا انت جبت سكور عالي درجة عالية بهذا الامتحان بالمبي امي باليوورد فاعلم انه انت مسيطر بشكل اساسي فالاستراتيجية تكون مصادر دراسة صحيحة وقالنا step up هو افضل شيء وتضيف عليه طبعا مو كل شي بيه بس افضل واحد وتضيف عليه ماكو كتاب مية بالمية بنك الاسئلة يوورد مية بالمية وتقدر انت يعني المعلومات مجمعها من step up والمضيوفة وايضا اليوبونك انت ايضا مجمع المعلومات هنا وبالاخر تسوي self assessment تمتحن نفسك وتجيب درجة عالية وتوكل على الله وان شاء الله تنجح والامور بهذه البساطة فيعني هذا بالنسبة لمصادر الامتحان ماعرفي ذا احد عند اسئلة ثانية يبدأ يسألني اذا ماكو حتى يعني ننهي البث لهذا اليوم ويعني ان شاء الله نلقاكم في محاضرات قادمة فاذا انتظر يعني ذاكو اي اسئلة اذا ماكو حتى انهي البث ونعني نلقاكم في المرة القادمة ان شاء الله بمحاضرات ثانية لـ USMLE فراح انتظر معافي احد عند اي ستفسار اي سؤال طيب اتصور لعد يعني ماكو واحد مدستادي ليس اني شخص يقول لي مدستادي مدستادي ايضا ممكن يكون صراحة المدستادي يعتبر كتاب لا اميني الامتحان يكون على كومبيوتر مو ورقي ولا يعني قصدك على سكرين يعني الى كومبيوتر اي نعم يعني كن على حاسب آلي وتمتحن انت تختار الاجابات بشكل مباشر يعني الامتحان قد نامك تختار الاجابات بشكل مباشر بس طبعا يعني ممكن نسوي لكم بعدين محاضر نشوفكم فادموك اقزام لهذا الامتحان شوان يصير حقيقة يعني شوان تمتحن فان شاء الله بالمستقبل اذا صارت بس هو يعني على الحاسب الآلي المدستادي يعتبر جيد بس ما يعتبر بقوة كابلان ولا قوة شوف حتا تفهم يا علي المسألة ترى الامتحان يسمى هو شركات تجارية مسؤولة عن هذا الامتحان يعني اكو ناس صاروا براند بهذا الامتحان مثل ما انت تروح تشتري عطر براند وعطر مقلد فهذا المدستادي او غيرها من هذه هي عبارة عن خليني نقول كورسات بس الاصل الشركة المسؤولة كانت على الكورسات الحقيقية اللي تسوي كتب حقيقية لهذا الامتحان كانت المسؤولة عن الفيرستايد وايضا الستيب اوب كانوا هم براند يعني بهذا الموضوع وكابلان طبعا فهذول اللي يعتبرون براند بهذا الموضوع فهما يعني اكثر عندهم خبرة بي البقية ايضا قوية هسا اللي عنده مجال يقدر يقرأ كل المصادر فتوكل على الله وروح وقرأ كل المصادر هذا الشيء افضل لك طبعا يعني انا مؤنكر هذا الشيء طبعا بس يعني خلين نكون واقعين من عندنا يقدر يقرأ كل المصادر مستحيل ولذلك انا حاملت اجيب لكم من الاخير ستيب اوب هو الافضل وضيف عليه انت من تحتاج من مصادر ثانية ولا ما تخلصها مباشرة طب بالكيوبانك ماكو داعي تضيع وقتك واذا تريد ترجع لمصدر ثانوي عندك البيسة قليل فروح على USMRI ستيب اون خذها من عندي راح تستفادوا هوايا فخلي استراتيجيتكم بهذه الطريقة معا فعد اكس الى ثانية اذا ماكو حتى انهم اي مصدر راح يغطي الجراحة ويكون بقوة كتاب ستيب اوب واني قلت لك يا علي هو ستيب اوب اقراه هو ستيب اوب بجراحة ببيدياترك بانتيرنال ميذسين وبجايناكولوجي يعني هم كل سيستم مقسم بهذا الشكل يعني بجراحة مثل ما شفتوا انتوا الجراحة وهذه هنا نمو مثل الجراحة اللي تمتحنها انت مثلا بالعراق او مثلا تمتحنها بغير دولة انه راح تمتحنها منفصلة الوحدها هنا بالعكس الانتيرنال ميذسين هم ما معتبرين الاهم بالنسبة لواحد جديد متخرج ما معتبرين انه انت لازم تكون يعني جراحة ديب فاد مرة او خلي نقول نسائية ديب فاد مرة يروحون لا يحتاجون يعني مقتطفات اللي تفيدك بالاميرجنسي راح يركزون عليها فهذه موجودة بستيب اوب فهو ليش تدور على شيء بقوة استيب اوب اذا هو موجود استيب اوب نفسه تقدر تحصله ماذا استادي تتقضي عليها عادي ماكو مشكلة بس تقدر تقضي عليها وبعد ان ترجع على استيب اوب عادي ماكو اي مشكلة تمام ان شاء الله حبيبي طاهر هذي ان شاء الله نناقشه فيما بعد اذا تصير اي كورسات او اي شيء ان شاء الله احنا بالقربات اهي يعني بالنسبة للمحاضرة اليوم اتمنى لكم يوم طيب والقاكم ان شاء الله في فيديو اخر تحياتي لكم مع السلامة في امان الله